الحديث حول واقع الاقتصاد بعد تفشي هذا الفيروس عبر العالم والجمود في الحركة التجارية انهيار الأسواق العالمية والبورصات العالمية وتراجع حد في أسعار نفط انعكاس كل هذا على الجزائر على الاقتصاد الوطني على الحياة العامة واليومية للمواطن الجزائري الحديث حول كل هذه النقاط معي في البلاطل كل من يحيى زال الأمير العام المنتدى الاقتصادي الجزائري مرحبا بك شكرا لتربية الدعوة مرحبا بك شكرا لتربية الدعوة عبدالقادر بريش الأستاذ الجامعي ورئيس المجلس الاستشاري بالمنتدى الاقتصادي الجزائري مرحبا بك أستاذنا شكرا لتربية الدعوة نبدأ بك أستاذ عبدالقادر بريش كتشخيص عام للوضع على المستوى الدولي لينفيه تراجع شبه انهيار الأسواق والبورصات العالمية جمود في الحركة التجارية وكذلك تراجع حاجة لأسعار النفط هل نقول أن الوضع اليوم مقلق فعلا نحن كجزائريين كاقتصاد يعتمد بسفة كبيرة على عائدات النفط ما تشخيصك بشكل عام لواقع الاقتصاد العالمي العكاساته على الداخل الجزائي شكرا للاستضافة بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك وللسادة المشاهدين في الحقيقة يعني لا يمكن انكار هذا الوضع الوضع الصعب لماذا؟ لأننا نحن الآن انتشار فيروس كورونا وهذا الوباء العالمي هو بما ثبتنا وكأننا في حرب عالمية وتدعية الاقتصادية تدعية كبيرة إذن انهيار في البورصات تراجع في النمو ركود اقتصادي خسائر كبيرة لشركات ولعدة قطاعات وخاصة قطاع النقل وقطاع السفر والنقل الجوي والنقل البحري البورصات تراجعت وخسائر بـ 3000 مليار دولار 3 تريليون دولار تراجع في النمو الناتج المحلي العالمي تراجع إذن فقدان الوظائف توقف بـ 250 ألف وظيفة فقيدت في هذه الأيام تقريبا نحن في شهر منذ انتشار الوباء إذن الاقتصاد العالمي الأزمة الآن أزمة عالمية حقيقية وزيد على ذلك بالنسبة لي نحن في الجزائر التراجع والإخفاض الرهيب الذي شهده أسعار البترول ونزل إلى حدود 25 دولار للبرميل هذا يزيد يعقد من الأزمة وتداعياتها من ناحية الاقتصادية على الاقتصاد الجزائري بالنظر إلى وضعية الهاشاشة الاقتصادية الجزائرية والتبعية المطلقة للمحروقات وبالتالي نحن العالم ككل والجزائر جزء من هذا العالم نحن في أزمة حقيقية من ناحية الاقتصادية والأكثر من ذلك هي الأزمة الوباء وانتشاره نتمنى إن شاء الله هذه الأزمة تمر بسلام خاصة وتعافى العالم كله يعني الإنسانية جماعة تتعافى من هذا الوباء وتبدأ الأمور والتصحيحات الاقتصادية كل حسب قدراته وكل حسب ذكائه والآن هو موعدنا مع توظيف الذكاء الجماعي والذكاء في مواجهة الأزمة هذا هو الحان الوقت باش النخب باش الأفكار تظهر الأفكار الذكية لمواجهة الأزمة ومواجهة تداعيات هذا الوباء العالمي وانعكساته في الجوانب الصحية وانعكساته في الجوانب الاقتصادية وتحذيرت الخبراء على المستوى العالم اليوم ليس من جنب الصحي فقط وانما تحذيرت من وقع تأثير هذا الفيروس على الاقتصاد العالمي اليوم هو التحدي التحدي مثل ما قلت كيف يمكن أن نحافظ على الوظائف كيف يمكن أن ننشئ شركات جديدة كيف يمكن أن نخلق وظائف جديدة كيف يمكن أن ننوع الاقتصاد اليوم في الجزائر باش كذلك منسودوش ربما الصورة ربما الرؤية نحن أكتر وأحسن ربما حال من بعض الدول التي تعتمد مثلا على قطاع الصياحة الذي يتوقع انهيار كامل إذا ما استمر هذا الفيروس لأشهر يعني نحن في الجزائر فيه قدرات فيه إمكانية لتسيير هذه الأزمة وهذا ما سنركز عليه يعني ما الذي لدينا نحن في الجزائر كقدرات كإمكانية بشرية ومادية لتسيير هذه الأزمة للتعامل مع هذه الأزمة والخروج إن شاء الله بأحسن النتائج ومن الأزمة تريد الهمة نرحوا نرجع لك نخدم طبعا ربما الأمين عام للمنتد الاقتصادي الجزائري هذا المنتدى السياحية زان رفع جملة من التوصيات والاقتراحات للقضية الأساسية والسؤال الأهم في الجزائر ولسنوات كيف يمكن أن ننوع من اقتصادنا كيف يمكن أن نخرج من هذه التبعية التامة للمحروقات في وقت تعرضنا من خلال هذه التبعية للنفط لصدمات من 2014 وحتى قبل 2014 تفضل بارك الله وفيك وفيك بارك كما قلت أن الصدمات المتتلية لأسعار النفط مع أنتها بداية من 2008 و2015 مع أنتها كان من الواجب أن نعيد التفكير والنظر في منظومتنا الاقتصادية ولكن لكل زمان حكامها وخبراؤها الآن من الواجب علينا لك منتد اقتصادي رفعنا مبادرة إلى رئاسة الجمهورية بعد لقاء تشاوري مع مجموعة من الخبراء وقد أسسنا مع أنتها مجموعة حوالي 60 خبير اقتصادي كيف أنت المجالات؟ حول في كل المجالات حول كيف نخرج من هذه الأزمة سالمين وكيف نؤسس لنظام اقتصادي جديد بعيدا عن ريع البترول مع أنتها اقتصاد متنوع وأظن أن هذه الأزمة ستعيد النظر في كل المنظومة الاقتصادية وتعيد الهيكل للاقتصاد الوطني أظن أن الحكومة ورئاسة الجمهورية مع أنتها تفطنت لهذا ومع مجموعة كما قولوا أظن الهبة القوية للخبراء واهتمامهم في إيجاد الحلول اللازمة على المخرج من الإزمة من بين الأمور الاستعجارية لأن نرفحها المنتدى الاقتصادي أن على الحكومة إما في قانون المالي التكملي أو في غضون المشاورات التي سيقوم بها المنتدى الاقتصادي إما مع رئاس الحكومة أو المجلس الاقتصادي الاجتماعي لنداء هذه الدعوة أو هذه المبادرة إلى ندوة وطنية لإنقاذ اقتصادي ولتأسيس هذا النظام إجراءات استعجارية إجراءات استعجارية لابد أن تقوم بها الحكومة خاصة فيما يخص مع أنتها الإعفاء أو تأجيل الضرائب واسم التأجيل مع أنتها بعض الرسوم مع أنتها تسديد القروض البنكية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه المرحلة لأن بعد هذه العطرة الإجبارية لأكثر من خمسين بالمئة من الموظفين مع أنتها كل مؤسسات ستتعطل كل قطاعات ستتعطل والآن فيه قطاعات فيه قطاعات تأخذ حيزاً كبيراً من الإهتمام في هذا النظام الجديد كما تفضلت ومكتر تفضل الدكتور رئيس المجلس مع أنتها فيه قطاع فيه قطاع المالي لابد مع أنتها إعادة النظر والإصلاح العامق فيه خاصة القطاع المصرفي والجبائي قطاع الفلاحي الذي لا بد أن يأخذ مع أنتها الحيز الأوفر والمكان الأولى في الاستراتيجية الوطنية الجديدة القطاع الثالث المهم لحسين ضرورياته مع أنتها قطاع الرقمنة الذي نحن متأخرين فيه أكثر من خمسين ألف نكلم غير الجامعة الآن في منازلهم أين هي منصات الرقمنة للتدريس؟ وإحنا اليوم تتكلم الدكتور وإحنا اليوم أمام هذه الأزمة أزمة تفشي هذا الفيروس مجبارين مثل ما اعتمدت عليه مثلا الدولة التي تشرف فيه هذا الفيروس البداية الصين يعني اعتمدت بشكل كبير على المعاملات رقمية معاملات اليفترونية للدفع أو للشراء أو في مختلف التعاملات كوسيلة كذلك رقبايا ليس فقط من جانب الاقتصادي لكن اليوم أنت محتاجها كذلك من جانب الصحة أن تستعملها كيف تحمل المجتمع عن طريق استعمال هذه التكنولوجيات واستعمال الرقمنة في الحياة اليومية للمواطن مفضل كمل النقاط تكلمت على بعض القطاعات في النظرة الجديدة في الاقتراح أو المبادرة المنتدى كما تكلم أخي الدكتور معنتها الذهب مباشرة للاقتصاد المعرفي الاقتصاد المعرفة معنتها هو الحل أوحد الذي سيعيد معنتها سيعيد هيكلة الاقتصاد الوطني سيعيد النظرة المستقبلية لاقتصادنا وأن نخرج معنتها كلية نقول كلية وبتضرج من التباعية منعودونش ربما سيناريو السنوات الماضية أنه ننتحدث لسنوات عديدة حول مخططات وجلسات وطنية لإصلاح الاقتصاد وغيرها وبعد عشر سنين تقريبا لم يحدث شيء دكتور عبد القادر بالريش مثل ما اعتماد عن النقاط اللي يذكرها إحيازان الإصلاح الضريبي إصلاح أو التأجيل حتى دفع هذه الضرائب والقروض إصلاح منظومتنا البنكية والمالية اللي لازم كذلك نعيد فيها النظر لإقلاع اقتصادي بدون إقلاع وإصلاح شامل للمنظومة المالية وأن تكون مدمجة بشكل فعال مع المنظومة المالية العالمية اليوم حتى ربما ترسل يعني بعض الأموال للخارج يعني حتى تحولهم للجزار في صعوبات فيما يخص حتى استقطاب الأموال من الخارج الجالية دائما تشتكي من هذا الموضوع أنه كيف أنا ممكن عندي رأس مال في الخارج كيف يمكن أن أحوله إلى الجزائر في حين بعض الدول يعني تقوم بإغراءات كبيرة من أجل استقطاب الأموال من الخارج هذه نقطة نقطة ثانية الجانب الفلاحي اليوم اللي لازم يأخذ حيزه الطبيعي يعني مش نفضله أو نفضله الجانب الفلاحي اليوم وإنما لازم أعطوها حقها لأنه مهمشة لسنوات عديدة نقطة تارتة دكتور للأهم كيف يمكن اليوم في خدم كل هذا في خدم طراج وأسعار في خدم ركود تجاري حاد في خدم أنه اليوم أنت من الصعب أن تغري مستثمر أجنبي للاستثمار في كل ما يحدث في الأسواق الحالمية كيف يمكن من الداخل بمبادرة فردية مثل ما تفضلت من قبل أن ننشئ شبكة ونسيج صناعي حقيقي من هذه الشركات المتوسطة والصغيرة شكرا في الحقيقة أنت طرحت على الأمور التي يمكن تصورها تكون في برنامج إصلاح اقتصادي يتم تنفيذه على مدى متوسط وبعيد ولكن نحن الآن اليوم رأنا في وضعية أزمة وخطط استعجال نحن طرحنا برنامج إنقاذ اقتصادي استعجالي لماذا؟ لأن حتى نقرب الأزمة باش نعالجها نحن الوضع في الجزائر الوضع في الجزائر عادنا إشكالية كبيرة ستصادفون مع نهاية 2020 وبداية 2021 اللي هي وضعية وضعية التمويل في الجزائر دعني أشرح فقط الفكرة هو سنجد أنفسنا أمام وضعية تمويل مزدوجة وضعية تمويل داخلي وتغطية النفقات العامة وإيجاد الموارد الضرورية لميزانية الدولة من الموارد الجباية العادية والجباية البترولية الجباية البترولية تتراجع بالنظر إلى تراجع أسعار النفط والجباية العادية تتراجع بالنظر إلى تراجع في النشاط الاقتصادي والنشاط التجاري وما يترتب عنه من جراء هذه الأزمة اللي نعيشوها الآن فيها باقع العمال 50% في بيوتهم ممكن جداً القطاع الخاص راه يطالب كذلك بمعاملة نفس الشيء مع القطاع العمومي بالنسبة للقطاع الخاص يتضرر كثيراً وفلربما يصبح يطالب وهذا من حقه باش نرافقوه ونعاونه في هذه الأزمة أنه يطالب بتأجيل الدفع الضرائب أو تأجيل تزديد القروض إذن هناك إشكال وتأثير مباشر من جراء هذه الأزمة وبالتالي تراجع الإرادات الميزانية وهذا يستدعي من الحكومة أن تعيد النظر في النفقات العامة وترشيد النفقات ولربما التركيز على الأهم في مجموعة من القطاعات الشق الثاني في الأزمة أو المشكلة التمويلية بالنسبة للاقتصاد الجزائري تكون من الجانب التمويل الخارجي بمعنى في احتياطات الصرف بمعنى قدرة الجزائر على إيجاد موارد مالية لتلبية احتياجاتنا والدفع إلى الخارج وتموين السوق واحتياجاتنا من الخارج إذن نحن عدنا مستوى معين باحتياط الصرف قادر أن يضمن لنا أن نكمل في نهاية السنة ولكن بالنظر إلى تآكل هذا الاحتياط وبالنظر إلى تراجع أسعار المحروقات اللي وصلت إلى حدود يعني الآن الجزائر رأي تسجل خسائر يوميا بخسائر كبيرة في العائدات من صادرات المحروقات وبالتالي ما يكونش عدنا مخزون يضاف إلى الاحتياط الصرف وبالتالي نوجد نفوسنا في نهاية السنة 2020 وبداية 2021 لأن نوجد نفوسنا في أمام أزمة تمويل مزدواجة ما عندناش قدرات تمويل داخلية باش نغطي النفقات وعزف الموازنة يزيد وما عندناش احتياط الصرف كافي ومخزون احتياط الصرف كافي باش نضمن تموين الاقتصاد الجزائري من المستلزمات الأساسية ونحن نعرفه الإشكال اللي لناك فيه تبعية كثيرة في كثير من المواد الأساسية والأدوية وإلى غير ذلك لجلبها والمواد الأولية لتمويل الصناعة أو تموين الصناعة في الجزائري إذن هذا الإشكال لابد نفكر في الجزائري ضمان سياسة الدعم الاجتماعي لتاكل غير سمالي كبير نعم هذا من الموارد المالية التي يجب تجنيدها داخليا باش نضمن استنرى سياسة الدعم الاجتماعي والآن هذه الأزمة هذه الأزمة مواجهة أزمة كورونا الآن في الجزائر تتطلب موارد مالية إضافية أكيد هذا راح للإنشغال هذا تكفل بالحكومة في قانون المالية التكميلي ولكن هذا يطلب عبء مالي جديد لذلك احنا قلنا بالنظر إلى الظرف الصعب لتمر به الجزائر وبالنظر إلى التحول ما ننساش باللي إحنا هذه الأزمة أزمة الهشاشة تاعة الاقتصاد والصعوبات المالية والاقتصادين عانوا منها وأزمة تدعية العالمية لأزمة كورونا والعكاسات عالينا وإن شاء الله نخرج منها بأقل الخسائر إن شاء الله ربي يعني يرفع عننا هذا البلاء إذن جات في سياق تحول السياسي الذي نمر به ولذلك أنا من منذ مدة وأنا أدعو للشركاء السياسيين واقتصاديين والجزائريين إلى توافقين توافق سياسي على البناء المؤسساتي وهذا الأمر ره متكفل به من طرف رئيس الجمهورية في مسألة تعديل الدستور والبناء المؤسساتي من ناحية السياسية الآن حان الوقت واندق نقوص الخطر بأننا حان الوقت باش نروح إلى التوافق الاقتصادي التوافق الاقتصادي كيفش يتحقق؟ يتحقق بضرورة الذهاب إلى ندوة وتبني خطة إنقاذ اقتصادي مستعجلة مبنية على توافق من؟ توافق جميع الشراكة والفاعلين في الحياة الاقتصادية والسياسية الجزائرية في تقديري أنا الأزمة هذه رح تحملنا تكلفة تكلفة يجب علينا أن نتحملها جميعا وباش نتحملها جميعا لابن توافقوا على هذه الخطة وعلى البرنامج الاستعجالي لتطبق الحكومة الحكومة صحيح جات في مخطط ولم يكن السيناريو متوقع أن الأزمة تتفاقم والتكاليف تزيد على الحكومة ولكن الآن مطلوب من الحكومة أن تشارك الجميع في خطة وبرنامج اقتصادي استعجالي يشارك فيه الجميع مع قانون المالية لا أرجع نعم يشارك فيه الجميع نعم يشارك فيه الجميع وشكل يشارك فيه يشارك فيه حتى الأحزاب السياسية أرباب العمل النقابات المنظمات المجتمع المدني الفاعلة باش نحقق نوع من الإجماع والتوافق حول خطة إنقاذ اقتصادي تكون متضمنة ولما لا في قانون المالية التكميلي ولكن هذه الخطة تبلغ إلى المجتمع حتى إحنا لما تكون فيه إجراءات قاسية تكون إجراءات استثنائية تكون فيه صعوبات مالية يتحمل هالمجتمع كامل بالتوافق ونقر بأننا في مرحلة أزمة لا بد لنا أن نسير هذه الأزمة ونتحمل في مرحلة انتقال كذلك نعم إذن هذا هو الفكرة أو الرسالة اللي حبينا نحن في المنتدى الاقتصادي الجزائري أن نتبنى هذه الفكرة وندعو جميع الأطراف للإنخراط فيها وهي ضرورة أن يكون هناك توافق على خطة إنقاذ اقتصادي تكون فيها الحكومة طرف أساسي يكون فيها كما أشار الزميل يكون فيها المجلس الاقتصادي الاجتماعي ليلعب دور كبير في مرافقة الحكومة يكون فيها منظمات أرباب العمل والمهنيين في القطاع الاقتصادي النقابات يكون فيها يعني حتى فئات أو جمعيات فاعلة في المجتمع المدني حتى نبلغ الرسالة نتوافق على خطة ونقر بالصعوبات ولكن تكون الرؤية واضحة ونتقاسم جميعا في المجتمع تبعات هذه التكلفة التي سندفع يعني تكلفتها ولكن تكون هناك نوع من التوافق هذا هو الهدف التي تعنا من خلال هذه الفكرة التي أردنا أن نساهم بها ونرافق بها الحكومة ونخليش فقط الحكومة تواجه هذا الظرف الصعب لوحدها بل نثبت بأن فيه مجتمع مدني فيه جمعيات فيه خبراء فيه خبراء يجب أن يقدموا فعلا الحلول لأنه يتجسد على ودعني أقول فقط أن الشيء المميز في المنتدى الاقتصادي الجزائري هو أنها بقدر ما هو منتدى لشركات وأرباب عمل ومستثمرين ولكن الشيء المتميز فيه أنه يجمع بالإضافة إلى هؤلاء المستثمرين وملك الشركات يجمع الخبراء لدينا أكثر من 60 خابير لينتفاعل معهم يوميا ورحبوا بالفكرة هذه باش نطلق هذه المبادرة اللي هي مبادرة للإنقاذ الاقتصادي الوطني نعود لك سياحية زين في ذي النقاط اللي أذكرها هذا المخطط الاستعجالي اليوم فيه اعتماد شبه كل على عائدات النفط لو طبقنا هذا النقاط والحلول اللي رح تعرضوها في هذا المنتد الاقتصادي الجزائري على المدى المتوسط والبعيد ما هي القطاعات التي ترشحها أن تكون بدينا للمحروقات وما قدرة هذا المخطط على تسيد هذا الانتقال الاقتصادي الحقيقي وأن ربما يكون اعتماد فقط جزئي على عائدات النفط بداية نبدأ بقطاع الطاقة لأن النظرة لأن الطاقة أنها أننا أن نصدر الخام الآن الآن القطاع الاول بعد قطاع الفلاحة القطاع الاول هو قطاع الصناعة معنتها لابد من خطة استعجالية أن نذهب للصناعات التحويلية البتروكيموية الآن الآن القطاعين المهمين في الجزائر قطاع الفلاحة قطاع الصناعة الصناعة بكل فروعه بكل فروعه نخلق حركية نخلق حركية اقتصادية داخل الصناعة مد مثال قطاع الصناعة الغذائية الذي يمثل الذي يشارك اكثر من 54% في الناتج الخام لقطاع الصناعة مهم جدا القطاع البيتروكيموية الذي غاب في بداية الاستقلال في بداية الاستقلال مع رئيس الراحل هو البروند معنتها أسسنا لصناعات صناعات بيتروكيموية لكن تخلينا عليها تخلينا عليها معنتها هذه القطاعين المهمين نعودوا لهم بصفة استعجالية لابد وعندنا وعندنا إمكانيات رخمة وكان قطاع مهم جدا الآن في حديث حتى في قضية التعديل الدستور معنتها إعطاء إعطاء الأولوية للتنمية المحلية لأن في المحل فيه طاقات لا يعلمها إلا الله معنتها غائبة عن أنظارنا لما نعطي نعطي الأولوية لأن التنمية المحلية هي ستكون العجلة للتنمية الاقتصادية الآن حتى في قضايا السياسية قضايا السياسية لما ندرس النظام الفيدرالي الأمريكي معندها فيه صلاحيات كبيرة للولايات للوالي ولكن أن هذا الوالي مستقبلا يحبذ يكون منتخب كما ينتخب الرئيس الجمهورية معندها فيه حتى البنوك المحلية نحن نحن في الجزائر كان في البداية الاستقلال معندها دور البنك التنمية المحلية كان دور مهم جدا البنك الوطني كان له دور مهم في التنمية المحلية معندها هذا يدخل في إطار في إطار هذه المنظومة الجديدة الإصلاح البكري وما كانت البنك في التنمية المحلية بتنمية المحلية تكلمنا على قطاع على قطاع الرقمنة والاتصالات وأن هذا تدفق الانترنت لابد يكون في أعلى مستوياته في أعلى مستوياته قطاع قطاع الذي اسمه قطاع السياحة قطاع السياحة من القطاعات المهمة جدا عندنا سياحات عديدة السياحة الدينية السياحة في الصحراء ما عندها على الأقل كبداية استيعاب اليوم السياحة الجزائية اللي يروحوا للخارج يعني يخلي الأموال تكون هنا في الدور هنا في جزائح أكيد مع أنتها طاقة المتجددة كذلك أكيد مهم جدا أكيد لما تكلمنا عن الطاقة بفروعها مع أنتها زيادة الطاقات المتجددة الآن التفكير والذينية تعال الاقتصاديين تعال رجال الأعمال وهنا الوضع الحالي لما تكلم أخونا الدكتور الدريش حول الحوار الاقتصادي الآن في هذه الأزمة مع أنتها لازم نتقاسم الأزمة على الجميع لابد الحكومة تدخل في إشراك خاصة القطاع الخاص القطاع الخاص الاتحادات الفلاحين اتحادات التجار الغرف الفلاحية الغرف التجار الآن كل الدول في هذه الأزمة فتحت فتحت أبواب للحوار الاقتصادي وكيف نخرج من هذه الأزمة لأن ما لازمش تبقى الحكومة وتبقى الإدارة أن هي التي تفكر هي التي تقرر الآن لابد النظام تشاركي أن هذه الأزمة مع أنت لابد يتقسمها الجميع الآن الدور الاجتماعي للمؤسسة الاقتصادية لابد أن يظهر هذه الأيام ونعتمد على مثل هذه المبادرات ومثل هذه المنتدى لتضمن رجال أعمال وخبراء يقدمنا حلول علمية واقعية حتى نخرج من هذه الأزمة في أقل من دقيقة دكتور برريش هل أنت متفائل فيما يخص الموجود حاليا توقعاتك كالنظرست إشرافية هل ممكن نخرج من هذا الوضع والحق الأهداف اللي رح يضمنها هذه المنتدى تنوع اقتصاد خروج من اعتماد عن النفط وإصلاح اقتصادي حقيقي ووصول إلى اقتصادي المنتج إن شاء الله في الحقيقة في التفاول نحن إن شاء الله مساحة الانتشار تتقلص ونتجوز المحنة هذه من ناحية الوبائية نتجوزها وترجع الأمور إلى طبيعتها بعد لما نروح إلى إدارة المجتمع وإدارة الدولة في مجال الاقتصاد واجتماعي حتى لا نهول الأمر صحيح عدنا صعوبات مالية واقتصادية وهشاشة في الاقتصاد الجزائري ولكن دعني أقول وأطمئن أن الحكومة لديها هامش مناورة بالنظر إلى الوضع المالي الجزائري نحن ليسنا في وضع حارج كما كثير من الدول ما عدناش مديونية عدنا هامش مناورة متاح للحكومة فقط وش يتطلب الأمر يتطلب الأمر ترشيد النفاقات ترشيد العمل التوظيف الذكاء والتوجه نحو التوافق وليكون هناك ما يسمى المقاربة التشاركية والحوار ما بين كافة الفاعلين في المجتمع نختم بهذا النظر التفاؤلية إن شاء الله الدكتور عبدالقادر بن ريش كنت معنا الأستاذ الجامعي ورئيس المجلس الاستشاري بالمنتد الاقتصادي الجزائري كذلك يحيزان الأمين العام من المنتد الاقتصادي الجزائري شكرا لك لحضرك الله فيكم العفو فيك بارك والآن